قبل ما انتقل الحديث عن الصفقة واللي تم في هذا الموضوع عايز اشكر السيد عبد الحكيم سرار مش اشكره بصفته رئيس نادي وفاق ستيف لا اشكره بصفته لاعب كرة سابق في نادي وفاق ستيف رياضي من الطراز الفريد في الكرة الجزائرية رياضي فاهم كويس جدا يعني ايه قواعد الاحتراف يعني ايه تعامل الانديان المحترفة يعني ايه لما يكلمك رئيس نادي او مسؤول في نادي هنا يبقى فيه تعاون مثمر ما بين الناديين وده اندل على شيء بيدل ان فعلا فيه علاقات متميزة ما بين الاهل ونادي وفاق ستيف بناءا كمان على التوأمة اللي كانت تم ابرامها في الاربع شهور الماضية لما زار عبد الحكيم سرار النادي الاهل والتقى بالكبت المحمود الخطيب انت هنا بتتكلموا على اتنين من قامات القرى المصرية والجزائرية القيمة والقامة الكابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الاهلي وافضل لاعب في افريقيا وبتتكلم كمان على الكابتن عبد الحكيم سرار نجم نادي وفاق ستيف والمنتخب الجزائري عبد الحكيم سرار فاز مع وفاق ستيف ببطولة افريقيا لانديه ابطار الدوري حقق مع المنتخب الجزائري كأس امم افريقيا عام تسعين فانت بتتكلم على رياضي قبل ما يكون مسؤول فلما بيتعامل مع نادي اكيد بيبقى عارف ازاي التعاملات الرياضية ما بين القيادات او ما بين الكباتن اللي مسلوا انديتهم ومسلوا بلدهم في المسابقات الافريقية طبعا الاخوة والزملاء الاعلامين في الجزائر كلهم الحمد لله بلا استثناء بيتكلموا على النادي الاهلي بشكل طيب جدا واكيد مستقيم من الخروج على النص اللي حصل سواء في حق عبد الحكيم سرار او في حق الكبتن محمود الخطيب ولكن طالما الاثنين بيشتغلوا بشكل احترافي اكيد بيلقوا احترام وتبادل الاحترام ما بين الاعلام المصر والاعلام الجزائري على العلاقة الطيبة اللي بتجمع الناديين او بتجمع الشعبين او بتجمع المسؤولين في مصر والجزائر على العلاقات الطيبة اللي تمت فيه الساعات الاخيرة الماضية ودي مستمرة حتى منذ سنوات فلذلك كان مهم جدا اتكلم وفكر الناس مين هو الكبتن عبد الحكيم سرار نجم ناد وفاق الصيف فائز مع وفاق الصيف ببطولة افريقيا فاز مع المنتخب الجزائر ومسى لمنتخب الجزائر وارتدى تي شيرت منتخب الجزائر في كأس الأمم الافريقية فلما بيتكلم ويتعامل مع الكبتن محمود الخطيب اكيد فيه تفاهم كبير جدا لان كل واحد عارف المسؤولية الملقى لعاتقه وازاي يقدر يحافظ على حقوقنا دي وازاي يتعامل بشكل احترافي في مسألة انتقال اللعب الجزائري احمد قانتوسي الى النادي الاهلي